أمت الله من أبوظبي تقول بالنسبة للشخص هل ينشر صور العمرة و إذا نشرها يكون من الرياء أختي أمت الله بارك الله فيك ما ينبغي للإنسان الذي ذهب لعبادة و طاعة أن يخبر الناس بعبادته و طاعته و أن يقول للناس شوفوني انظروا إلي أنا كنت في مكة أنا كنت في حول الكعبة أنا كنت في السعي ما ينبغي يعني الإنسان بالكاد يعني الآن يؤدي عبادة و يسأل الله عز وجل القبول ما يدري يروح يقول للناس فهذا لا شك فيه التفات القلب لغير الله عز وجل فمن الخطأ اللي الآن يقع في أغلب الناس أنه الآن أصبح العمرة و الحج مباهاه أصبح الأغلب الناس الآن يعني يري الناس عبادته و طاعته يعني كان السلف يتخفون في العمرة و الحج ما يريدنا أحد يعرفهم يعني بسبب خوفهم من الرياء خوفهم من الرياء فما الفائدة يعني الإنسان يقول الله شوفوني أنا في العمرة أنا محرم حتى للأسف يعني نشوف بعض الناس الآن و هو يطوف يستدبر الكعبة و يصور نفسه أنا رأيت هذا بأم عيني يعطي الكعبة ظهرة عامدة متعمدة قاصدا هذا الشيء يعطي الكعبة ظهرة و يطوف هذا ما له طواف إذا تعمد ذلك لأنه أصلا مش رجل مزحوم و هذا الموج من البشر الكتل البشرية هذه هي التي دفعته و استدبر الكعبة مثلا لا هو هو تعمد يريد أن يصور الكعبة و خلف ظهرة في الطواف يعني ما خلص طواف هل هذا له طواف استدبر الكعبة و إن كانت المسألة فيه خلاف و بحث عند أهل العلم لكن هل هذا يليق بالطواف يعني شخص الآن يصور نفسه في الطواف هو راح يصور و إلا راح يعتمر إذا راح يصور ليش يلبس إحرام إزار و رداء ما في داعي يكلف عمره يروح يصور هناك من دون لابس ثوبة متجرد من المخيط يعني هالثياب اللي عصى الله فيها تركها و لبس ثوء إزار و رداء حتى يكون نقي ما عليه شيء من الأوزار و الآثام فيريد يطلب من الله عز وجل يروح يجيب يصور يشتغل بالجوال و أين الدعاء أين الدعاء أن بعض الناس حتى الآن يصور و يدعو و هو يدعو و يصور نفسه أن تدعو من سامحوني أقول هذا الكلام يعني لأن وصلنا إلى مرحلة غريبة جدا يعني أصبح العمر مباهة أصبح بعض الناس الآن يباهي أبدا جاي بما شرى مئة صورة معبن الجوال صور خير قال الله في العمر أشوفوني هنا و هنا و هنا و هنا لو صور في مكة و صور الكعبة ماذا